نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسوماً توضيحية تسلط الضوء على الاستراتيجية ومبادرة الدولة لدعم الفلاح المصري التي أتت تأثمارها في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري ستنوي للعام المحادي والسبعين ورصدت تقرير الرؤية الدولية والتي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح المصري حيث ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة ومن جانبه أشهد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعداداً لمواجهة تأثيرات تغير المناخ